كليني ايضاً النهاردة بينتظر الروس وصول الرئيس الشيء الى موسكو رئيس الصيني الى موسكو لاجراء حوار مع الرئيس بوتين واحنا عارفين انه في تحالف روسي صيني الصين بتنكر انه لها ايد في الحرب الروسية الاوكرانية وامريكا بتؤكد انه الصين بتدعم روسيا وبتحذرها الاجتماع زي ما قالت صحيف الديهيل في مقال النهاردة انه اجتماع بوتين وشيء تحدي للولايات المتحدة الامريكية وحلفاء اهو قدام حضراتكم بتقول انه اللقاء اللي مرتقب اليومين اللي جايين دول بين بوتين وبين الرئيس الصيني شيء بيمثل تحدي صارغ لامريكا وحلفاء الغربيين لانه ده بالتأكيد هيكون فيه مساعدات عسكرية صينية الى روسيا لانه لن تقبل بكين بهزيمة موسكو ولن تقبل ايضا بكين بنصر كبير لموسكو وليس من مصلحة احد هزيمة روسيا لان روسيا لن تهزم